عقد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي جلسة مباحثات بالقاهرة مع مفوض عام وكالة الأونروا فليب لازاريني المناقشات تناولت سبل دعم عمل الوكالة وجهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة وتحديات الوضع الإنساني داخل القطاع وعقب الجلسة عقد الجانبان مؤتمرا صحفيا مشتركا أكد فيه وزير الخارجية أن كل ما يردده الجانب الإسرائيلي أو أطراف أخرى حول إيجاد بديل للأونروا أمر غير مقبول ولن يتم تنفيذه ولن تسمح به مصر مؤكدا حرص القاهرة دائم على العمل مع الوكالة دور الأونروا لا يقتصر فقط على قطاع غزة وإنما هو يمتد ليشمل رعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين خارج داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها إن كان في غزة إن كان في الضفة الغربية كان في لبنان أو الأردن أو سوريا لها ولاية إنسانية لها تاريخ طويل وإسهام فعلي على الأرض والأونروا كما تعلمون هي جزء لا يتجزأ من حق ملايين اللاجئين الفلسطينيين علينا كمجتمع دولي لذلك نؤكد حرصنا الدائم على العمل الوثيق مع وكالة الأونروا لأداء مهمتها السامية وليكن واضحا لدينا أن الحملة الحالية التي يتم تنظيمها لزعزعة مصداقية الوكالة هي ليست بجديدة وإنما تستهدف كسر قدسية عمل المنظمات الدولية التي تدعم الشعب الفلسطين ومصر لن تقبل ولن تسمح بإيجاد أي بديل لوكالة الأونروا